ماذا عملوا رحلة بالصور؟ مش نوريك بعض السور فتح لها الداوي؟ كل تصوير قولي تتفكرها تتفكر الحكاية معاها أعطيني الظرفية اللي صارت فيها السورة نبدأ بالصورة الأولى اللي مش نشوفوها توت سويت مع بعضنا هذه طبعا هذه الصفايح من ذهب خراش النور يبوزيد ومع المرحوم هشام صديق له مع هشام رست أخونا ربي يرحم عندك مع ذكريات فتح الهداوي هشام رستم؟ صديقي هشام عندي مع ذكريات قابلنا في زول ثلاثة أعمال ديما هشام نشوفو في الحياة اليومية وفي الخدمة بكل سرور لأن هشام مش هو صديقي ابوه صديقي ابوه كان السنسور في المعد كان الناظر سيا عمر رستم ربي يرحمه وكان راجل مميز لأنه أولا كان ما فهمش معلتها ابنجلي منظم هكا يعمل يشعلش عليهم عينيه زرور كما كنا نشوفوه هشام بوه شعر ممشوت الدنيا وكان سيا عمر أنا ما تفكرش أنه عاقب تلمين ما تفكرش مستحيل دائما التيف دائما إلى دائما يلقى حلول فهذا استبغى على هشام استبغى على هشام 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 شخص لذيذ لأنه نظيف مخه الله يرحمه قلبه نظيف روحه نظيفه موهشته نظيفه ما عندوش الكلام الزايد على الناس ما عندوش خبر وفيته كان صادم بالنسبة ليك فتح الهداوي تفاجأت الحقيقة تفاجأت كما كل الموت هي ديما نتعمل مفاجأة كان صادم لأنه قبلها مش برشة تقابلنا وحكينا في مواضيع تخص الخدمة بتاعنا محب للحياة مقبل على الحياة هشام وكان يخبم حتى في مشاريع أخرى هشام ممتاز مقبل على الحياة ولكن في آخر عمره كان عندو اهتمام روحاني حسيته تخلي في حاجة بها برشة وحتى ريجيم أليمنتر أنه ما عاد شكل الحم نباتي ولا نباتي ولا كده فهيشام ما نجمش نقول اخسارة لأنه كان واحد يقف ضد المشيئة الإلهية إنما فقدناه استفقدناه مش تتوحشوا ما ينسوا في التعامل ولا هشام محلرة وإنت هشام كي يدخل البلاتو بتاع التلفزة ولا متاع واحد يضفي روح من البهجة وروح من الحنان وروح من المحبة قليل في أن تلقاها نادرة وهذه الحقيقة من مميزاته من الحاجات اللي تحت سبله اللي تميزه جانسته كانت تليق بمسيرة ولا باسم هشام رستم جاءوا الناس ولكن ما معناتها تليق يلزم يكونوا فما ألاف ما نعرش أنه جاءوا الناس تعرف اللي انتي وقتها زيادة نش نلقى في أعضار للناس أنا ما آخر كوفيد نزالوا الناس متوجسين وخايفين وكل لكن جاءوا الناس جاء عدد محترم جاءوا الناس أصدقاء ولي حبوه هذاك هو اللي صار